بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة أمة تحدثنا في الحلقات الماضية عن بداية الكون وعن أسباب اهتمامنا بالقصص وعن نبي الله آدم عليه السلام وعن قصته منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى مرورا بما حدث بينه وبين الملائكة وما حدث بينه وبين إبليس ودخول الجنة وخروجه من الجنة وتحدثنا عن ابني آدم قابيل وهابيل وما حدث بينهما وتكلمنا بعد ذلك عن وفاة نبي الله آدم عليه السلام وذكرنا ما ورد إلينا من قصة ابنه شيس عليه السلام وقصة إدريس عليه السلام واليوم إن شاء الله ندأ في الكلام عن قصة نبي الله نوح عليه السلام ولكن قبل البداية يسعدني أن أرحب بالشباب المشارك معي في حلقة اليوم أستاذ محمود جمعة أهلا محافظكم أستاذ عبدالله عمر أستاذ معاذ علي أستاذ أحمد عبد السميع أهلا بكم جميعا كما يسعدني أن أرحب بالسادة المشاهدين أهلا مرحبا بكم النبي الله نوح عليه السلام كانت المدة بينه وبين سيدنا آدم عليه السلام عشر كرون العشر كرون كانت كلها على توحيد الله سبحانه وتعالى يعني من بعد سيدنا آدم لحد سيدنا نوح كانت الكصة كلها إيه؟ عبادة الله سبحانه وتعالى والنسبة طع ربنا ما فيش كفر آه ممكن الإنسان يقصر ممكن الإنسان يعصى ولكن الكفر بالله ما كانش موجود كان كله بيعبد من؟ الله سبحانه وتعالى بدأ الكفر يدخل للناس بدأت عبادة الأصناع زي ما ذكرنا قبل كده في قصة آدم عليه السلام وإبليس وإن إيه اللي خلى إبليس ما سجدش برضو محتاجين نعرف إزاي الناس كفروا يعني محتاجين نعرف إزاي الناس كفروا لأن إحنا عندنا مشكلة في إيه إن إحنا بنبص للمشكلة ومنبصش لأسباب المشكلة يعني دائما نحتاجين نعرف إيه إيه السبب يقول لك إذا الدكتور الشاطر اللي ما يقول لك إيه السبب السخنية إحنا نحتاجين نعرف إيه السبب للمرض علشان ما نقعش فيه الكصص نضيته حكا ليه عشان العبرة وعشان العظة مش عشان خاطرها نحكي ونقول حكايات لا عشان نأخذ الدرس فعلينا نفهم إزاي حصلت المشكلة إزاي عبد الأصنام بعدما كانوا على التوحيد ومهم جدا نعرف طريق تفكير الشيطان اشتغل معهم إزاي عشان يوصلهم من الكفر لأن الشيطان هدف معك إنه إيه يخليك تكفر بالله سبحانه وتعالى والشيطان بقى إيه يعني عندما نشوف دلوقتي عمل إيه تعرف إنه بيخطط تخطيط استراتيجي على سنوات شغل بقى إطارت عمله تنمية بشرية لا الشيطان بيخطط شغل شغل إنه إيه هيجيبك بعد عشر سنين ما فيش مشكلة بعد مئة سنة ما فيش مشكلة هو أهل البطل كده النهاردة هو أهل البطل لو ما بيعوز يعمله حاجة هيعملهاش كده يعمل الجس نب ينشر حتة بحتة لحد ما تتكبل إيه الموضوع هو تبقى تعمل زيه هو البطل شغال كده إحنا أولى بالحق اللي معانا إحنا نبقى إحنا بنوصل الناس ونتدرج فيه ونوصله إنما البطل شغال بدأت الكصة بإن كان في مجموعة من الصالحين المجموعة دود كانوا ناس صالحين في المجتمع بيعملوا الخير وبيدعوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى وبيتصدقوا ويقفوا مع المسكين ويقفوا مع الأرملة ويساعدوا الناس ودعوا الناس الصالحين بقى طاعة وعبادة الناس دية اتوفت وربنا ذكرهم في سورة نوح قال الله وقالوا لا تظهرون لا تظهرون إيه ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوك خمسة صالحين الخمسة الصالحين دول كان لهم قصة وحكاية كان لهم زي ما ذكرنا كان لهم طاعة وعبادات فلما ماتوا بدأ الشيطان يشتغل بقى إيه على الناس فرح لهم قال لهم دولنا الصالحين وماتوا دول كانوا يفكركم بربنا صح ولا إيه حد فخلاص دولناتوا هتنسوا ربنا طب ايه رأيكم نعمل لهم أصناموا تماثيل تذكركم بربنا تذكركم بربنا شوف بقى الشيطان ايه اه واحدة بواحدة زي ما حصلنا عمين مع سيدنا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وممكن وبعدين وقاسما هما إني لكما وشغال براحة خالص بص الشيطان شغال معك ايه تخطيط له قدام اه بس برا هو بص بجدك كده يقول لك ايه ما هتبص بص اسمع الفيديو بص على الصورة بص سرعة وبعد كده خش على اللي بعده هنتعود تبص على الصورة فتتكلم بقى هبتتكلم عادش ينفع كلام ته ملمس هو شغال ايه واحدة وواحدة مع الإنسان هو عمل كده معاه قوم نوح عليه السلام بعد وفاة الايه الخامسة الصالحين وبعد كده اشتغل بقى معهم الشيطان واحدة بواحدة وبراها خالص فقاللهم بقى انتو هنعلق أصنام كده برا تب في البيت يتنسوهم ما تجيبوا وحطوا فين في البيت وبدأ يشتغل معهم من الأصنام تلقى فين في البيت ما عادش في الشوارع بس ومن يلقى في البيت عشان لما يشوفهم يذكرون بالله والديني تمام نعم وعندي شعار عن سيدنا نوح هو كان دينه الإسلام ولا اه كان كل الأنبياء دينه الإسلام كل الأنبياء الشراع تختلف ولكن الدين الدين واحدة بالغياش ربنا قال شرع لكم من الديني ما وصى بينهم والذي وحينك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان ايه اقيموا الدين ولا تتفركوا فيه ربنا قال لقد بعثنا في كل أمة رسولة ان اعبدوا الله ربنا قال في سورة البكرة في الكلام عن عن الأنبياء لما ذكر الأنبياء الأصباط وموسى وعيسى في آخر الآية خالص وَمَا أُؤْتِيَا النَّبِيُّوَا مِنْ رَبِّهِمْ لَنْنُفَرِّكُوا بَيْنَ أَحْدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ كله اللي هي الآية كله أمنا بالله وَمَا أُنْزِيَا لَيْنَا وَمَا أُنْزِيَا لَيْنَا وَإِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاكَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَصْبَاطِ وَمَا أُؤْتِيَا مُوسَى وَعِسَى وَمَا أُؤْتِيَا النَّبِيُّوَنَا مِنْ رَبِّهِمْ لَنْنُفَرِّكُوا بَيْنَ أَحْدٍ مِنْ أَحْنَ لَهُ فكل الأنبياء دينهم الإسلام الشهد معنا في الكصة هنا في الكلام عن نبي الله نوح عليه السلام إن الشيطان فضل إيه؟ فضل مكمل معاه آه يواسوس الأصنام بقت في البيوت القوم سيدنا نوح عليه السلام اللي هم خدوا الأصنام في البيوت وحطاها في الميادين فاهمين إن التماثيل دي موجودة دي وخلاص يذكرون بالله لحد ما الجيل اللي كان موجود بتاع سيدنا نوح عليه السلام اللي هو كان موجود في إيه؟ في وقت الصالحين يعني وقت ما كان الصالحين موجودين ماتوا فجي بقى إيه؟ أولادهم أولادهم برضو فاهمين فبرضو إيه؟ بيعملوا زيهم جي أحفادهم مش فاهمين هي الحاجات آه هي الحاجات حلوة بتقربنا لربنا بس إيه؟ مش عارفين أو عارفين بعضهم عارف بعضهم مش عارف فالشيطان جالهم قال لهم لا تا الأصنام دية كانوا بيعبدوها تجيب لهم المطر وكانوا يعبدوها تجيب لهم الرزق فأصبحوا يعتقدون في الإيه؟ في الأصنام فأصبحوا يعبدوها الإيه؟ الأصنام الأصنام شوف بقى شوف شغل الشيطان وده خلي بقى 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 من باستدرك الشيطان بيشتغلك بيبدألك بص بحاجة صغيرة أو يخليك تعمل حاجة عشان غيرك ياخدها حجة في يعمل الإيه؟ يعمل حرام زيه فربنا سبحانه وتعالى أرسل نوح عليه السلام إلى قومه حتى يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بقى كان عمره في الوقت ده العناء اختلفوا فيه في اللي قال خمسين سنة في اللي قال ثلاثمائة وخمسين سنة في اللي قال ربعمائة سنة على خلافه واتخلافه زي ما هنقول مش هيدر في معرفة الإيه؟ العمر علمه لا ينفع وجهه لا يدره دي احترار معلومات يعني إيه؟ مش هيدفيدنا في حاجة فربنا أرسل نوح عليه السلام إلى قومه وكان سيدنا نوح هو أول رسول لأهل الأرض يعني أول رسول بقى إيه؟ ادعو الناس زي ما في حديث الشفاعة إنه أول رسول لما صالوا منه الشفاعة إنه أول إيه؟ أول رسول ربنا قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أول ما دعاهم للكلام ده إيه اللي حصل؟ أول ما دعاهم للا لا إله إلا الله؟ لا يا ديت مش هيوافقه بس على طول الطول مجهزة بص بقى مواقق في حاجة كزا أنت حلو قوي طول ما أنت مجيتش جنب الحلو والحرام أبس أقول لك أنت عم الشيخ كده تمام أول يعني إيه؟ قل لنا بقى كصص وحكايات أنت كده حلو قل لنا حاجات على هوانة تمام قل لنا بقى حلو وحرام هتوجع عالب بقى يعني إيه؟ أه تجي على الوجع أه تجي على الوجع بقى مش عايز أو بلاش تتكلم في ديه؟ بلاش بقى الحلو والحرام تجي تذكره أه ماشية بقى يعني فأقول لك إيه؟ هنا بقى حصل الملاء ده قال الملأ من قومه إن لنا راك في ضلال مبين بص أول ما تدعو إلى الله اه ضلالية أنت جايين أنت متطرف فيه عشان تقوله إيه؟ وعبد ربنا بس خلي بالك بقى خلي بالك عشان تعرف بقى أخلاق الأنبياء ده ممكن يحصل معك؟ أو يحصل معك بس هتعمل إيه؟ أهون تلالية؟ لا رد عليهم قال يا قوم ليس بيه ضلالة مفتخرش بقى وأنا نبي وأنا مكانتي وأنا منزلتي وأنا منظري مع أنه حاجة يفتخر أنه نبي ولكن لم يفتخر بذلك نظر واحد معه دكتوراه أو معه مجستير أو معه منصب أو معه فلوس أو عربية تكلم مع الناس من فوق إنها ملأ نبي من نوع ما أتكلمش خالص أهو بتعرفوش أنا مين؟ لا ليس بيه ضلالة ليس خلاص زي واحد أعرفه صاحب خلق طيب ماشي بعربية واحد قبله فبيقول له هو أنت كذا؟ قال لا أنا مش كذا شي تيمة يعني فقال له أه بس أنا أنا مش كذا نفت تهمة وهذا البساطة ده الدين ده بقى دين الأنبياء قال يا كومي ليس بي ضلالة بس أوضح لكم اللي أنا جاي عشانه ولكني رسول من رب العالمين وظفت إيه؟ أبلغكم وأنصحوا وأعلم من الله دين مهمة بتاعتي وقعد شغال يدعوه من الله سبحانه وتعالى وينصحهم ويوجههم ويا قوم وينذرهم والآيات ويتكلم معاهم ومملش وكل شوية إزاء كلما يدعوهم يأذوه كلما يدعوهم يعتدوا عليه كلما يدعوهم يتهموه بصت فقه استخدم كل أساليب الدعوة وهم يستخدموا كل أساليب العناد زي ما ربنا قال في صورة نوح على لسان نبي الله نوح قال ربي إني دعوت قومي ليل ونهار أنا كنت شغال بالليل وبالنهار متواصل مش وقت بس مش ساعة لا لا وقت متواصل ليل ونهار وده صاحب هم صاحب الهم وصاحب الرسالة مستمر في دعوته النهاردة اللي عنده شغلانا وعنده بدور على شغل دنيوي ممكن يشتغل شفتين ثلاثة عشان عايز فلوس ده بقى أعظم أعظم من رسالة رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أحسن كولا ممن دعا إلى الله فصاحب الرسالة بيفزل إني دعوت قومي ليلا ونهارا بليله بالنهار قال فلم يزدهم دعائي إلا فرار أنا شغال بدعوهم هم شغال إيه؟ يفروا منك وإني كلما دعوتوه يتغفروا له عملوا إيه؟ أصابعهم في أزاني أنت عماءوا عملي الأول إيه؟ ومش سمعك مش كده بس واستغشوا ثيابهم بيهدموا للفعل إيه؟ بص مش هسمعك ما تحاولش يعني إيه بص بقى ودي بقى فيه أصلا أزى نفس جديد يعني ممكن تعرض عني ممكن تطيب بخطرة ومتسمعش كلامي ممكن ترديني بكلمتين لا فيعملوا كده ويلف السياب عليه قال وأصروا واستكبروا استكبار يعمل إيه سيدنا نوح؟ خلاص ثم إني دعوتهم جهارا يعني بص كل ده وأنا برضو مستمر دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم يعني دعوتهم جهارا ثم تاني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرار بص بقى أنا كنت بقعد معهم في جلسات خاصة وأزور ده في بيته وأزور ده في دكانه وأزور ده في شغلانته وأزور ده في مكان وبص عملت معهم كل الحياة كنت بقى قولهم إيه أصلا؟ تبيرغبهم في اللي عنده ربنا فقلتوا استغفروا استغفروا ليه؟ إنه كان غفار بقولهم مش عايزين منكم حاجة ولا عايزين فلوس ولا عايزين منكم مصلحة ولا عايزين منكم بقولوك بس سوا طريق ربنا اعبدوا واستغفروا هيعمل إيه؟ إيه إلا هيحصل؟ لما تستغفروا ربنا الله سبحانه وتعالى يغفل لكم إنه كان غفار يرسل السماء ويمددكم ويجعل لكم ويجعل لكم ويجعل لكم وبعدين مفيش فقالوا ما لكم لا ترجون لله وكارة يعني ما لكم لا ترجون لله عظم زي ما قال ابن حباس إيه تاني وبعد أباقي فكرهم بالنعم ما لكم لا ترجون لله وكارة وقد خلقكم ألم تروا فخلق الله سبع إيه؟ تباقي وجعل القمر فيهن وجعل الشمس والله أمدكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم والله جعل لكم لتسلكوا منها كل دبقى إيه؟ شغال تذكير 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 نعم ربنا إيه والمطلوب منك واحد اثنين ثلاثة وتستغفروا ربك هيغفر لكم والرزق هينزل والمطر هينزل والأولاد هيكتروا والفلوس هتكتر مش عايزين منكم حاجة غير كده لا الرد إيه؟ اتهام بالجنون كذبت قابلهم قوم نوح فكذبوا وقالوا مجنون كان إيه اللي بيحصل بقى؟ هشوف بقى من الإزاء كان الرجل يجي يموت فيوص ابنه يقول له بص في واحد مجنون اسمه نوح عليه السلام هو هتسمع كلامه لو سمعت كلامه هتكفر هو بقى عندهم كلامه هو لإيه؟ وأنا بحذرك منه رجل مجنون هو هتسمع كلامه طيب بعد إذن حضر وليه على الرغم من الإزاء الشديد والصدود الشديد من قوم نوح هو كان مكمل رسالته وأصر على أكمل رسالته حتى أن الإعراض ده كان من أقرب الناس ليه زي ابنه مثلا هو أكمل رسالته برضه كان ممكن يقول له هو عمل اللي عليه وخلاص سيدنا نوح صاحب رسالة في فرق بين واحد بيؤدي مهمة في واحد صاحب رسالة أنت بتدعو إلى الله ولا بتدعو لنفسك لو بيدعو لنفسك مش يتكمل هو هي ربنا أمره بأنه يبلغ وأرسله كرسول يبلغ الرسالة فبيؤدي المطلوب منه وما يضربوش بقى حتى لو الناس كلها رفضت أنا صاحب رسالة بيؤدي الرسالة بتاعتي وبنوع على سليب الدعوة ويأخذ بكود للأسباب لو أنا هشتغل لنفسي فمش أكمل بقول له مجنون أهونتو اللي مجنين كذاب أهونتو اللي كذابين سفيه أهونتو اللي صفهاء ويعمل إيه؟ ويسيبه ويمشي ليه بقى؟ لأنها دعوة شخصية مش دعوة ربانية صاحب الرسالة واللي بيعمل لله ما يتفرقش معاه ما هو لا تفرق معاه زيما قال شيخ الاستابي ابن تايميل لما حصلت العدلة قال ماذا يفعلوا أعدائي بي وأنا جنتي وبستاني في صدري إن قتلوني فقتلي شهادة هي المشكلة يعني وإن نفوني فانا في سياح وإن سجنوني فسجني خلق بص في كل الأحوال أنا بعبد ربنا لازلنا يتفكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبين وتفكرنا في خلق السماوات بص أنا على كل الأحوال أنا أعبد الله سبحانه وتعالى على كل الأحوال أنا كامل رسالتي واللي يحصل يحصل أنا صاحب الرسالة وصاحب منهج فصاحب الرسالة وصاحب منهج متفرقش معاه عشان كده في فرق بين واحد بيدعو الله واحد بيدعو النفس أه ممكن واحد نفسه تعمل تصده ولكن لما يتذكر إنه في سبيب الله متفرقش معاه اللي هم بتعلق إن الجزاء من عند مين؟ عند ربنا هو اللي يجزين هو اللي أمرني وطريق ربنا ما بيش في ضياع بص اللي مع ربنا كذبان أه كذبان اللي مع ربنا هو اللي فايز أه هو اللي فايز واللي أعرض هو اللي خسران فاللي يكمل في الطريق هو هيفضل يكمل فيه للأسف للأسف وقت الحلقة الانتهى ولسه القصة معنا يعني القصة سيدنا نوح لسه فيها كلام ما خلصنا مش فإن شاء الله نستكمل باقي القصة في الحلقة القادمة سبحانك الله بحمدك أشهد على الله اللي أنت أستغفرك وأتوب إليك أدرب ضاع وضعت الأوراد وكتاب ربي هجره يزداد صوت النصيحة خائف متنكر والمنكر استعلا فعم فساد فمتى نعود إلى ظلال السنة ونلوذ بالهدي الحميد ونقتدي لنساطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضيعها الهوى بمذلتي قسما برب الكائنات ومالنا إن لم نعد للدين غير ضياعنا خائنا خائنا شكرا شكرا